في الأسابيع القليلة الماضية شهد لبنان سقوط عدداً من المباني السكنية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا ولكن الأمر لم ينتهي هنا فهناك ألاف المباني المهددة بالسقوط لدينا إحصاءات تقريباً معمولة على صعيد فردي من مهنسين ومتخصصين جمعنا هذه الداتا طلع لدينا ما يقارب بين 16 ألف بني و 18 ألف مهددة بالسقوط وموزع على جميع الأراضي البنانية في العام 2022 أدى انهيار سقف إحدى المدارس في طرابلس إلى وفاة الطالبة ماجي محمود وإصابة آخرين وآخر إحصاء عام 2017 يشير إلى أن هناك 300 مدرسة مهددة بالسقوط لا يقل عند 300 مدرسة منذ آخر إحصاء كان معناياً من 2017 العوامل اللي زادوا تخاصطاً من منطقة طرابلس والعوامل الطبيعية والمناخية وغياب الصياني بسبب الأوانين الاستثنائية ضاعفت من ازدياد وارتفاع أعداد هذه المدارس وإحنا كل فترة عم نسمع تهدم جزئه أو عم بيصير فيه لبعض الأجزاء المتواجدة بالغرف المدارس وعم بيروح فيها ضحايا تعود هذه الانهيارات إلى العديد من الأسباب ويضاف إليها عامل جديد متعلق بالتغير المناخي أبني معمرة إلى أكثر من 50 سنة أبني تعرضت للحروب ما تعالجت وما تدعمت وترممت بشكل صحيح وسليم لما تعمرت ما كان فيها معايير السلام العامي اللي وقع لها لبنان بعد 2005 بالإضافة عندك الزلازل والهزات وبانفجار المر فقداش تأثرت المباني العامل للإضافة جديد أنه تغير المناخي زيادة بالمتساقطات انجرار بالتربة تفتت الجبال تشقق الصخور صارت عامل جديد لازم نخطب بعين الاعتبار لذلك شددت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا زهيري بأنه يتوجب على المسؤولين إعادة النظر بقانون البناء وبطرق التدعيم وعلى كل بلدية إجراء مسح جديد لمبانيها اشتركوا في القناة